إن شاء الله البطل سيعود إلى كأس العالم للأندية من جديد البطل إفريقيا سيعود إلى كأس العالم للأندية من جديد خلال السنة القادمة إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي وكالعادة سيظل دائما جمهور النادي الأهلي هو له الفضل في كل شيء الفضل دائما لجمهور النادي الأهلي لأنه لو لا هذا الجمهور والمسندة والدعم اللي حيشوفها اللعيبة خلال اللعبين خلال الفترة اللي جاية أعتقد أن جمهور النادي الأهلي مختلف مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف يظل دائما جمهور النادي الأهلي أعظم جمهور في الدنيا كلها وجهة نظر يعني بعد ختام كأس العالم للأنديا وختام تغطيطنا لهذه البطولة خلال برنامج الأهلي في المنديال لأنني كنت سعيد جدا جدا أنني بقى تشارك مع مجموعة من زميل المحترمين خلال وقت العمل بالكامل وللسنة الثالثة على التوالي الحقيقة بكون متواجد مع حضراتكم في الأهلي في المنديال مع مجموعة الزملاء محتاج أن نشكر كل طاقم العمل في قناة النادي الأهلي لأن حضراتكم اتعودتوا من القناة دائما طوال الفترة اللي فاتت على تغطية مميزة خصوصا لما بيكون النادي الأهلي في كاس العالم للأنديا وبالتالي هذه السنة وكالعادة زي كل سنة كانت التغطية مختلفة وتليق كالعادة بجمهور النادي الأهلي وبقناة النادي الأهلي وبشعار النادي الأهلي وزي ما بيتقال دايما كانت تغطية على مستوى الحدث سواء من كل الزملاء هنا في الستوديو أو من الزملاء في المغرب هنا لازم أشكر باحتة النادي الأهلي اللي رافقت بعثة الفريق من أول يوم وكالعادة إلى الوصول إلى الوصول اللي حننقله لحضراتكم بعد شوية إن شاء الله بعثة الفريق في فريق القناة يعني في المغرب مرسلنا وزاملنا كريم أحمد ومخرجنا محمد الدكروري والمصور محمد عوضة هذا السلاسي قام بمجهود جبار وعظيم ودور كبير جدا قاموا به علشان تظهر الصورة على شاشة قناة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة بالكابل أيضا حضراتكم شفتوا طوال فترة كأس العالم من أول يوم والآخر يوم الحمد لله تغطية أنا بأتشرف أننا بنتمي لهذه القناة ولأسرة هذه القناة ولعائلة هذه القناة بالمناسبة مش اللي موجودين قدام حضراتكم بس اللي على الشاشة احنا عندنا ربعمائة موظف الحقيقة أو ربعمائة مش موظف هم مش موظفين زي أي موظفين ولكن هم كلهم ناس بتحب النادي الأهلي وبتعشق النادي الأهلي ويمكن احنا اللي بنظهر أمام حضراتكم في الكاميرات ولكن في شغل كبير جدا جدا بيحصل لغاية لما الصورة تطلع لحضرتك بهذا الشكل فأنا بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذه التغطية المحترمة واللي تتناسب مع اسم وشعار النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي كمان تعاون مشترك لأول مرة بيحصل على قناتنا قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد الأسباني واحد من أو أعظم نادي في العالم الحقيقة في فترة كأس العالم للأندية مش مجرد اتفاقات عملناها عملتها القناة مع قناة ريال مدريد ولكن عملية كبيرة جدا جدا الحمد لله والشكر لله تمت إدارتها بكل احتراف من كل فرض في منظومة قناة النادي الأهلي وورا الكواليس تفاصيل كتيرة جدا حيجي يوم إن شاء الله وحكيها لحضراتكم ولكن كان هدفنا الأول هو تقديم أفضل شيء لمشاهد قناة النادي الأهلي تغطية طليق باسم النادي الأهلي وقناته وبهذا الحدث العالمي قناة ريال مدريد زي ما حضرتك شايف الحاجات دي كلها مش هتشوفها غير في حتتين قناة ريال مدريد وقناة النادي الأهلي فقط لغير مش هتشوفها في حتة تانية احتفالات ريال مدريد بعد الفوز بكأس العالم للأندية هتشوفها في قناة ريال مدريد لو عايز أو قناة النادي الأهلي فقط لغير قناة ريال مدريد لأول مرة في تاريخها تدخل في تعاون مع قناة نادي آخر على مستوى العالم والحقيقة ده شيء أسعدنا جميعا وأعتقد أن الكلمات الثناء والاحترام والتقدير اللي الواحد سمحها من كل المسؤولين في قناة ريال مدريد بتخلي الواحد سعيد وفخور دائما باسم النادي الأهلي أعيز أقول لحضراتكم أن أنت عشان تعمل لقاء مع بوتروجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد ونجم ريال مدريد السابق ومنتخب أسبانيا السابق لما تعمل معاه لقاء وحوار ده مش حاجة سهل لأن هذا الرجل أشاد كمان بالتعاون الكبير ما بين القناتين الحقيقة زي ما قلت لكم كده أو زي ما قلت لحضراتكم اللي أنا سمعته من المسؤولين في قناة ريال مدريد دي خليني أبقى فخور أن أنا بحب هذا النادي وانتمي لهذا النادي وحفظل دايما طول عمري في ظهر هذا النادي وأحب النادي ده من قلبي من كل قلبي الحقيقة لأنه ناس مبسوطة وسعيدة والأول مرة تحصل هذه الشراكة شكرا لكل العاملين في قناة النادي الأهلي وشكرا لكل أصدقائنا وإدارة قناة ريال مدريد اللي دايما حيكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة هناك تعاون كبير ما بيننا وما بينهم حيث بعتلنا كمان إيميل شكرا على هذا التعاون وإحنا طبعا الأول بعتنا لهم وقلنا لهم أو شكرناهم وقلنا لهم إن كل جمهور النادي الأهلي سعيد ومبسوط بهذه الشراكة وبهذا التعاون المحترم ما بين كيانين ومؤسستين كبيرتين زي قناة ريال مدريد وقناة النادي الأهلي في النهاية أنا بشكر إذا كان هناك من يستحق الشكر فهو كالعادة بالنسبة لي هو جمهور الأهلي العظيم على ثقة المستمرة في قناة النادي وعلى الكلام اللي أنا سمعته خلال الفترة في قناة المحترم الطيب اللي أنا سمعته وشفناه منكم خلال أو من جمهور النادي الأهلي الكبير خلال الفترة السابقة كمان لازم أقول لكم إن إحنا سعداء جدا 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 بهذه الشراكة وعلى الهواء مباشرة بشكر كل العاملين وكل القائمين على قناة ريال مدريد وبشكرهم على هذا التعاون وإن شاء الله نلتقي دائما في مناسبات أخرى وأفضل كمان إن شاء الله خلال الأيام القادمة اشتركوا في القناة